أقول لك هذا رجل صالح مريض وزارت أمه كان مريضه وأمه زارته مرن عليه كالأمهات اللي مرن على أبنائهم فمرن عليه وهو خميد بس عندما سمع على أن أمه شتمر عليه قام لبس وتأنق والصلح وهو خميد وتظاهر أمامها بأنه في صحة وعافية وعندما جلس مع أمه وكيفك يا أمك وكيف صحتك وكيف ترني يا والد قدامي لكنه متحمل على نفسه من شدة الألم شوف بعض الآباء وبعض الأبناء وبعض الأولياء يعني يجب علينا أن نقدر مشاعرهم صراحة فترون يعني حتى أبوك وأمك لما قدموا لك شيء بس يقدمون قلبهم لك من أجل راحتك ومن أجل ويتألمون لألمك فتظاهر أمامها بأنه متعافي وصحيح وكل حاجة حتى أمه راحا من عنده وقم مغشيا عليه فسألوه لماذا عملت هكذا وليش كان قدمه أنت بخير مبسوط قال لا ما عملت هذاك حتى لا تراني أمي على ما أنا عليه من ذلك الوضع السيء وذلك الألم فتحملت على نفسي وتحملت المرض حتى لا أتعب قلبها صحيح أن الوالدين حتى وإن لم يقدمانك شيء لكن لكن يقدماني لك كل ما يملكان فقال لهم أنه إذا الوالدين ما قدموا لك أي شيء لكن يقدمون ما يملكان ألا وهو القلب والمشاعر والأحاسيس والتعب الأمة تتألم لألمك وتمرض لمرضك فهي التي حمرتك في بطنها 19 وهي التي إذا توجعت توجع وإذا صدعت صدع وإذا مرت تمرض معك فأسأل الله العفو والعافية وأسأل الله أن يوفقنا لأن نكون بارين بوالدينا وأن يرحم من مات منهم ويحفظ من بقي منهم ترجمة نانسي قنقر